أشعر أن الكوكيز هي الأشياء التي تستطيع أن تضع مصراتك فيها تتعرف أنه التي يحشيها نوتلا أو شوكولاتة أو شوكولاتة التي تضعها يعني يعمل هيك مصراتك لكل واحد فنبدأ بالزبدة والسكر الأبيض والسكر البني مع بعض أحب استعمل سكر بني بوصفات الكوكيز لأنه تعطيها طراوة ذاكية وأنا أحبها تعملها جوية جوية صح؟ تسامحوني على الكلمات الإنجليزية التي سأحكيها لا، أجل لكن إذا تعرفوا العربي جوية حسناً، صعب لا، تضع جوية جوية، لكن طريقة منيحة لا، ليس منيحة حسناً طحين، طبعاً أنا خلته، بس أضيف عليه البيكينج سودة والملح اللي موجودين هون فإحنا عملنا، حطينا الزبدة والسكر مع بعض وخلطناهم، هلأ حنزل عليهم البيض اللي هي بيضة كاملة وصفار بيضة واحدة هاي، أعطيكي هتزا معاكي 8 دقائق حسناً، حسناً نعمل فيهم كوكيز وصحة اللزانيا حطيت بيضة كاملة وصفار بيضة لأنها بتخلي الكوكي متماسكة أكثر وبتخليها هيك نافخة نافخة، حسناً، تواقفة هيك هنضيف الفينيلا هاي الفينيلا سائلة بسدر في استعمال الفينيلا إذا تفضلوا هنزل الطحين، البيكينج سودا والملح هنزل الطحين، البيكينج سودا والملح والملح هلأ منجرب بس نقرطهم لنخلطهم مع بعض يعني ما نقرطهم كثير عشان ما نفعل البلوتن اللي بالطحين كثير وعشان ما يصيروا أسين معنا بعد ما ينطبخوا قبل ما يخلصوا خلط رح نزيد عليهم البيكينج والجوز هلأ أنا يعني لا أطحن الجوز كثير كثير لأنني أحب الكرنش نعم سأضع البيكينج تعرفي الكوكيز هاي كثير ناس بعملوهم نعم بس جد كوكيز عن كوكيز بفرق بفرق نعم يعني أنا متضوق يعني في محلات وهذا لا أستطيع أن أتحدث هلأ بس تحسينها مميزة نعم أشعر أن الكوكيز هو الأشي التي تستطيع أن تضع كوكيز فيها نعم مثلا نوتلا أو شوكالات أو شوكالات أو شوكالات أو شوكالات أو شوكالات أو شوكالات ولكن أشعر دائماً نعم 100% ما نعقدها كثير هي كوكيز نعم يعني طلعت نسلات كوكيز 100% وفي أول برنامج أظن سألت أو بنصف البرنامج سألت الشف إذا تفضلت الملح أو الملح أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أعمل بدون ملح يجب أن يكونوا مع بعض يجب أن تشعر ملوحة الزبدة مثلاً مثلاً يضبطوا مع بعض لا أستطيع أن أقوم بك نعم معنا ثلاثة حسناً حسناً هكذا لدينا العجينة جاهزة و يجب أن تذهب هكذا لدينا العجينة جاهزة سأقوم بها وأستطيع أن أستخدم البوزة مثلاً مثلاً أو تستطيع أن تستخدم أو تستخدم أو تستخدم معلقة كبيرة كل شيء يجب ولكن المهم أن تجربوا كلهم متساويين لكي في الفرن لا يكون لديهم شيء ني شيء محلوق ولكن السؤال هل يستخدم العجينة أو تدخلوها الثلاجة؟ على طول نكوّرها بعد أن نكوّرها سأضعها في الثلاجة لتقريباً نصف يجب أن تدخل الثلاجة يجب أن تدخل الثلاجة وهنا كانت مجموعة التي كانوا في الثلاجة بالضبط ثم نكوّرها ندخل الثلاجة ندخل الثلاجة وندخل الثلاجة وندخل الثلاجة الآن حلوة هذه الوصفة إذا لم أريد أن أفعل كل المصرات سأضعها في الفريزر وأضعني أخبزهم لأنه يكون لدي الكوكيز ما تريدون؟ سأخبزهم لأخبزهم إلى 180 دقائق أنا عملتك الفرن إن شاء الله أضع الأطفال الصحة أه أضع الأطفال الصحة شكراً 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 هناك وبعد ما ينخبزوا أه قبل أن أذكرت الثلاجة لكوكيز في الفرن إنكم طلعوهم بس قبل ما ينخبزوا 100% لأنه سيكملوا خبز على الصينية ورح يجمدوا الصينية رح تضلها سخنة لفترة منيها بالضبط وهاي لدينا الكوكيز ما شاء الله طبعاً الريحة دوكي دوكي يا شفاء دوكي 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 أنا سأضوك ولكن سأرجعهم من جومة كيف أنها صراحة منظرهم صراحة منظرهم جداً 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 أسلموا إيديكي هيا بيحت الكوكيز صحتين رح نحتاج طحين اللي هو بالانجليزي أولاً كل الإستعمالات رح نحتاج كمان 14 جرام صودا من 13 جرام اللي هو سودا رح نحتاج ملح سنحتاج 150 جرام زبدة على حرارة الغرفة بدنا 140 جرام سكر بالنفاتح وبدنا 50 جرام سكر أبيض وفي سنستعمل بيضة واحدة كاملة وصفار بيضة واحدة حسناً والفانيلا وطبعاً الجوز والشوكولت شب أدمبتكم بس أنا حاطة 100 جرام جوز و150 جرام شب